يبقى من فضلك ازرع طعامك بنفسك ورب الطيور وحيواناتك بنفسك للبيض لللحم لللبن بس يوعد رب كلاب النهاردة زي ما قلت لكم ان في بعض الشباب بيربي كلاب على الاسطح وانا اقول له يا حبيبي ليه كده انا ممكن ربي معيزة ربي فراخة ربي حاجة جيب بيض جيب لحمة جيب لبن يوم يقول لنا هكسب منها ايه ده انا ببيع الكلب مش عارف بكسب فيه الف جنيه و الفين و عشر تلاف بس الكلاب طول الليل تهوهو وتعمل ريحة وحشة وثمنه الكلب يعني ثمن الكلب حرام ومهره البغية حرام وثمنه الخمر حرام وثمن السجار حرام ففيه ناس كتير ايه بتاكل حرام فحرام ومبسوطا ومدلواتي احنا عندنا الحمد لله كل حاجة حلال لكن لازم تعرف ان ثمن الكلب حرام ولازم تعرف انه ثمن الخمر حرام ولازم تعرف ان ثمن السجار حرام ولازم تعرف ان الكازمة نديدة الشاعة حرام وكل جسم نبتة من حرام فالناره اولى به المعلومات دي طارت من عند الناس كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به